الأبراج بترصد لكم أخبار رائعة تعالوا كده نركي نظرة على ما يخبئه لكم الفلك لبرد الحمل والسور والسرطان والعقرب والحوت عندكم طاقة إيجابية لبداية جديدة وفرص جديدة ممكن تتحرروا من ضغوط الحياة وتستفيدوا من تطوير ذاتكم تواصل ومبادرة من شخص بيهتم بيكم لحل النزاعات والخلافات والتعاون الباب مفتوح للصرف والعمل المشترك قوة التحكم في الأمور المادية ممكن تسعروا لتحسين وضبط أوضاعكم المالية وتحقيق المكاسب بعض الألق بشأن الصحة والعافية اهتموا بنفسكم وبالناس اللي بتحبوهم وما تتجهلوش أي إشارة تحذرية أما عن الحب والعواطف فهي في تحسن ممكن تتعرفوا على شخص مميز على قلوبكم وتحسوا بارتباط وجاذبية نصيحة الفلك ليكم ما تدفعوش بمشاعركم للإفراد سيبوا الأمور تسير بتوازن وما تقلقوش فما يكون لكم لن يفوتكم أما برج الدلو، الكوس، الأسد، الميزان، العزراء والجدي ففي تغيير مفاجئ في وضعكم ممكن تشوفوا تطورات سريعة هتأثر على حياتكم سواء في العمل أو الشكن أو العلاقات في حزن أو خسائر للبعض منكم هتواجهوا تحديات هتستدعي منكم أن أنتوا تصبروا شوية وتتصدوا ليها بإيجابية في عندكم احتمال أن أنتوا تتحملوا مسؤولية أسرية وممكن تعانوا شوية من دقوط مالية لكن الدعم متوفر والتحسن قادم بإذن الله أما بالحب اتبعوا قلوبكم كونوا تريحين مع الشريك ما السبوش الماضي يؤثر على مستقبلكم وعلاقتكم اتجنبوا السيطرة المفرطة في المشاعر وحاولوا تكونوا متوازنين اهتموا بصحتكم واستمعوا لأجسامكم ما تتجهلوش أي تحذيرات صحية وتأكدوا من متابعة رعاية نفسكم نصحتنا الخير قادم لكم وهيحمل لكم تغييرات إيجابية استمروا بالتفاؤل والتحدي وذكروا دايما أنكم تستحقوا بالنسبة للجوزاء شايف فيه تحسن بالأوضاع والنفسية خلال الفترة اللي جاية في تأسير وتحقيق أمنيات من فترات طويلة بتتمنوها فيه مراجعات مكسفة على قسم النسر الحمل والولادة وشايفة للبعض منكم حمل خلال الأسبوع الجاية وفيه انفصال عاطفي خلال إشارتين أهم ومش عارفة فيه تخطيط لسفر الأسبوع اللي الجاي هتقدموا هدايا لشخص وفيه رجوع لشخص ذايب وخبر مفرح هيخليكوا تبكوا من جماله مرأبة من شخص برجو أسد أو عقرب أو جادي فانتظاركم مبلغ مالي من شخص وشراء سيارة أو هتقابلوا الكراش لأول مرة